عبدالله السعيد معك طيب زي ما قلتلك بداية اللي احنا نبدأ نتكلم عن عبدالله السعيد نبدأ نتكلم عن شكل الزمالك مبارح في البلوك اللي كان بيطبقه الزمالك كان بيلعب بكتلة متوسطة يمكن لو ده انا نستعرض اول صورة معنا ونشوف وقفة الزمالك كانت عاملة ازاي ده شكل الزمالك تريبا في اوقات كتير وهو بيقابل النادي الاهلي لو الزمالك الاهلي تجاوز فكرة الضغط العالي بتاع الزمالك زمالك بيقابل بكتلة متوسطة هنشوف الرباعي خط الدفاع وهنشوف يا كريم في نص الملعب الوينجين رجعين وفي اتنين في قلب الملعب دونجا ومين اللي واقف جنب دونجا بيلعب في قلب الملعب كما يبدو كأنه ارتكاز تاني هو عبدالله السعيد ده الشكل اللي كان بيظهر به الزمالك في وقت كبير جدا من لقاء الامس ويمكن كمان لو شفنا اماكن لمس عبدالله السعيد للكرة في لقاء مبارح لو استعرضنا اللقطة اللي بعد كده الموجودة معنا موقع سبورتس بيز دي اماكن عبدالله السعيد طبعا الزمالك بيهاجم ناحية اليمين ناحية اليسار ده مكان او جون الزمالك شوف عبدالله السعيد موجود اماكن كتير جدا يا كريم في نص ملعب الزمالك موجود حوالين الدايرة كما يبدو وكأنه لعب ارتكاز في لقاء الامس لو استمرنا بعد كده وبدأنا نستعرض الاحصيات لعبدالله السعيد لأن الحصيات دي يا كريم كلنا شفنا أن عبدالله السعيد عمل ناطش جامد مبارك لكن أنا ما بدأت على بقصة على الحصيات أنا اتفاجئت اتفاجئت بمعنى كلمة اتفاجئت وخليني أقول للناس أنا اتفاجئت ليه عبدالله السعيد الحصيات طبعا مصدر الحصيات هو موقع سبورتس بيز نلاقي أن الحصيات عبدالله السعيد عمل 80 تمريلة بدقة 85% عمل تمريلة مفتاحية وحيدة لم تكن صحية ودي ممكن كانت التمريلة المفتاحية الوحيدة للزمانك في اللقاء التمريلات التقدمية 12 تمريلة التقدمية وتمريلة للأمام في تلت المرعب أخير بدقة 83% كل اللي فات ده عادي يعني كل اللي فات ده ممكن نشوفه من عبدالله السعيد ونشوفه أحسن منه اللي جاي ده بقى اللي مش منطقي ليه؟ عبدالله السعيد عمل خمس تدخلات يعني خمس تدخلات؟ يعني لاعب بيحاول يروغ عبدالله السعيد خمس مرات عبدالله السعيد فاز بالخمس مرات كما يبدو وكأنه لعب ديفيندر يعني كأنه لعب خط وسط دفاعي طيب بيعمل في طريق حامد؟ بالضبط يا كريم أو دونج عشان هو اللي موجود دلوقتي وده أكتر معدل للاعب في الزمالك يعني عبدالله السعيد هو أكتر لعب دخل في تدخلات في نادي الزمالك وفاز بالخمس تدخلات كأعلى نسبة مقاوية في اللقاء التمريرات عبدالله السعيد 8 مرات يقطع التمريرات امبارح بشكل مميز جدا يا كريم أكتر لعب من نادي الزمالك برضو كان عبدالله السعيد بالمناسبة وده شيء زي ما قلنا غريب إن عبدالله السعيد اللي يقوم بالمرضود الدفاعي ده الفوز بالكرة التانية فاز بالكرة التانية سبع مرات كتاني لعبي نادي الزمالك الحصائيات دي بتقول كتير عن المرضود الدفاعي لعبدالله السعيد اللي قرب على سن الأربعين وإحنا متعودين عليه كلاعب صنع لعب لما يلعب ارتكاز ويظهر بالأرقام الدفاعية دي فده رقم مفاجئ عارف ليه؟ ممكن يبقى عبدالله السعيد مثلا مثلا مش بقوة التحامات دونجا مثلا بس عبدالله السعيد وتتفرج على المباراة برحلة وإي مباراة لعبدالله السعيد هو زكي في القاطع القراط زكي يعني فكرة إنه إزاي يلف إزاي يقف إزاي يتحرق يعني فيه تفاصيل كده وإنتوا بتتفرج على المباراة تقول يا لعيب زكي طب ما تيجي نخش على الحالات لإن أنا جاي بحالتين حالة الأولى بتوضح المجهود البدن لعبدالله والتانية بتبين زكاء عبدالله هنا الأول ده أماكن قطع التمريرات لعبدالله السعيد طبعا موجودين حوالين الدائرة رقم كبير اللي هو ظهر به لو استعرضنا بعد كده الحالات بتاعة عبدالله ونشوف عبدالله اللقطة دي في الدقيقة كاما كريم واحده سبعين عبدالله السعيد دي هجمة مرتدة للنادي الأهلي الباس طالع رايع على مرمى الزمالك اللي عليه الاسبوط لحمر ده عبدالله السعيد موجود في تلت الملعب الهجومي بالنسبة للنادي الأهلي فاللعب متأخر جد هتسبق أي لعب نستمر الكادر الثالث اللي استقلس الكرة وبقى موجود عمل لسبرينت فتح لسبرينت ده في الدقيقة 71 وقدر ان هو يقطع التمريرة بالنسبة للنادي الزمالك في ثواني معدودة كان عبدالله السعيد دي واحدة من قطع الكرات المهمة دي لقطة تانية بقى كريم على فكرة الزكاء في تمركز عبدالله السعيد وحركته هنا عبدالله السعيد بزكاء الملعب واقب لزبوت شايف ان بيرستاو هيلعب التمرير لللاعب اللي بيجرف داره وسام ابو علي كل اللي هيعمله هياخد خطوة لنحية الشمال يقطع الباص لو استعرضنا اللقطة التانية كل اللي عمله يا دوب اتحرك متر حاجة بسيطة جدا خطوة قري اللعبة قال لي بيرستاو لحاجات دي بتاعتي ايوة بالضبط ما انا عارف انت اتفكر ازاي بالضبط قري اللعبة وقري الجيم زهن وحاضر زي ما قلتلك في حاجتين مهمين يا كريم انك لحد الديئة لحد اخر لحظة في الماتش انت حاضر بدنية حاضر بدنية وده شيء مهم جدا انك مردودك الدفاع يكون مميز بالشكل ده وحاضر زهنيا اللي بيقدمه عبدالله السعيد شيء استثنائي ومرة تانية يا كريم مش شيء استثنائي عشان اللي بيقدمه هجومية عبدالله السعيد لو بقى عنده خمسين سنة ونزل في الملعب هيفضل يطلع تمريراته وهيفضل يلعب لعب لكن لما تكون في السنة ده وبتقدم المردود الدفاعي ده البدني ده والبدري ده شيء استثنائي استثنائي بكل المقاييس الممكنة انا مع كامل لاحترام يعني انا مش عايزة بالغ يعني انا مشوفتش لعيب في تاريخ كرة القضب المصرية قدر يحافظ على نفسه زي عبدالله السعيد في تاريخ الكرة يعني مش ببالغ حدا يقولي مع عبدالله مع عصامر حضر 45 46 واقف تحت التلات خشبات دي كصة تانية لكن لعيب وداخل على الاربعين قادري بهذه القدرات البدرية حتقولي فيه لعيبة كبيرة كملت واي حاجة بس مش بالقوة دي وكمان يا كريم في نقطة مهمة تانية انه بيعيد اكتشاف نفسه بمعنى الناس متعودة على عبدالله ايه عبدالله الماسترو عبدالله اللي عيب رقم عشرة اللي بيلعب فولات اللي بيسدد اللي بيطلع أسستات لكن عبدالله اللي بينزل يطلع من تلت الملعب الاول يطلع بالكورة ويقف يدافع ويقفل زوايا تمرير ويطلع يضغط يبقى أكتر لعب من الزمالك بيعمل تدخلات على المنافس وبيفوز بالكورة لا كمان زي ما قلتلك فكرة ان انت بتعيد اكتشاف نفسك بتعيد اكتشاف نفسك فأدوار أصعب اللي هي الأدوار الدفاعية صح شيء مميز من عبدالله